مرحبا بكم معي في القناة الجالية عالم كريمة كريمة ورد يوم ان شاء الله رحمه رحيم نجدكم فكرة جديدة للغداء هي فخيضات متوع الدجاج معمرين بالخضر و بالكفتان مباشرة للمقادير احتاج الفخيضات التجاج انا هنا اختاري ثلاثة نتاع الفخيضات نحتاج الفرميسيل او الشعرية التاع الشنواء نحتاج كذلك خيزو محكوك و غادي نحتاج كذلك البوارو او الكورات غادي تقطعوه رقيق و غادي نحتاج هنا الكفتان التاع الدجاج بالنسبة للتبيلة غادي نتبل بالملح ثم اليابسة و شوية نتاع البزار كذلك اهم عنصر عنا هو السوجة و غادي ندير هاي السوجة كنوريها لكم غادي ندير واحد المعين قانتاع الهريسة كتبقى اختيارية و غادي ندير هنا الخضر المجففة باش تنسملي اكتر هاد التعميرة اذا لاحظتو هاد التعميرة اللي درتها را ازياتيك شوية او الا اسيوية تعدو كلي غولو بخانطان او كي تسمو هادو هادو اللي السيغاغ كتا هما كي يجو بهم هاكا انتم ما غا تشوفوا معين شنو غادي ندير من بعض اول حاجة البنات غادي ننخذ واحد المقلات و غادي ندير فيها قليل من الزبدة و قليل من الزيت و غادي نشحر فيها مباشرة الكورات او للبوارو و الخيزو محكوك عينما انه ما تره بجوجهم ما كي تلبوش شي وقت كتير في الطياب ضمت معان الطياب ما يقبطوش مني شي وقت كتير و معان نخليهم شي طيبو اه داك الطياب الكتير لماذا لانه غادي نعمرهم و غادي ندخلهم كذلك الفرن سكيفي غادي يزيدوا عود تاني طياب اخر صفي هنا غادي نشحرهم واحد شوية لما غير يبدأ يدخلهم طياب واحد شوية و نزيد عليهم الكفيتة صفي هنا كتشوفوا اللون انتع الجزار بدك يتبتل انضيف لهم مباشرة تبهلا انتع الملح هذا اللي وريدكم و ذاك الملح الورضي را عندو واحد الفوائد اللي بنترائع جدا الصحة و مفيد التفطياب ما كيفقدش القيمة الغذائية تعهوا و كيفقدش القيمة الغذائية انتع الخضر اللي كنكونو كنطيبو بها هاني نزيد واحد شوية على البزار او اللا الفلفل الاسود نزيد واحد رس معلقة هكا صغيرة نتاع الفلفل اسود وغادي نزيد مباشرة شوية نتاع اليابسة ونزيد معها كذلك شوية نتاع الهريسة وكي قيت لكم راه الهريسة كتبقى اختيارية اللي بغى يديرها ولي ما بغاش كتبقى اختيارية انا شخصيا تسكي هاد شي مملاحات اتو جنبيا ندير فيهم وكنفضل انني ندير فيهم الهريسة كتجي الديدة وكتجي رائعة سافي دائما على نار مهيلة سيختها لبنات نبغي نبهكم انه نار مهيلة اللي كان نخدمو عليها كنتي ونجيب هاد الخديرة باش تشرب ليه مزيان هاد العناصر قبل ما نزيد الكفيتة اللي عندي وهنا غادي نزيد الكفيتة اللي تحنتها نتاع صدر الدجاج تقدروا تعودها بسترنتاع بيبيتا هو تقدروا على شلالة دند تايا كتجي بنينة ولكن تنفضل انا الدجاج كي جيفتي سافي غادي نحاول ندخليها هاد العناصر تتشرب سافي هنا راه طبت ليه الكفيتة غادي نزيد ليها مباشرة للشعريه متاع الشينوه او للشعريه الصينيه وغادي نزيد لسو الصوجة انا هادي اللي عندي لايت يعني نقصها في الملحة ما مجهداش يلا كنتو ديرا ديك نجهدها ردو البل بالنسبة للسيزون مو او لاردو البل بالنسبة للمداق لتكون الملحة كتيرا وريدكم دابا الخضر المجففة غادي نزيد هاتا هي واحد المعلقة كبيرة تل معلقة ونص ترجوش كتعطي واحد النكهة وكتغولو فيلوغو وكتطلع المداق نتاع هاد الخضر كيزيدو يبننونا هاد الحشوة سافي هادي نستمر واحد القسيم تلمقانا اللي دقيقة فقط غادي ندخل فيها هاد العناصر مع بعدهم وسافي اخر حاجة غادي نزيدها البند هو المعدنوس ننسيت موريتو لكم قبيلة في المقادر اخر حاجة غادي نزيدها هو المعدنوس ودائما كيتا نقول لكم انا كيتا نضيف المعدنوس كندخلو فقط فصل الحشوة او للعناصر اللي عندي وكنطفي عليه مباشرة سافي هنا غادي نطفي عليها ونخليها على عفية مهيلة عفوانا نخليها تتبرد باش نعمر بها الفخيضات اللي عندي وغادي ندوزو مباشرة باش شوفو كيفاش غادي نعمر الفخيضات نتوعد الجاج وكيفاش غادي ندير بعدها باش نحلهم وندزوصيهم اذا اللي بنات اول حاجة غادي نديرها غادي ندزوصي هاد الفخيضات او لا نحيد لهم ذاك للعظم إلا شريتو من عند الجزار متاعكم او لا ملجاج هاد تقدرو طلبو منو يدزوصيهم لك غادي يدزوصيهم لكم انا كانوا ضيجان تفرين عندي بالعظم متاعهم هنا غادي نتقاسم معاكم إلا ما كانش ممكن لكم شي حدي سابهم لكم تقدرووا تصابهم تمام اولا نخسكم كشي سيكين ليكون الراس متاع ورقيق كتبداو من جهة الراس الفقاني وكتبقاو غادي نبي خطو تجيبوه وسط الفخض داكو عندما غادي نحاول نقرب لكم الصورة اكتر باش باليكم كان بقا ندوز داك الراس غير على داك الجدر متاع العظم باش كان حيدو ونحاول ما نضيعش الحم اللي عندي باش تبقانا لابير عمال لابقاتي كتبتوزيهم الفخ يعني معنيتها انو غا تضيعي في اللحم ومعي يجيش عامر داكو ما كان بقا غادي هاكا بشوية معاه كان حل وسط الفخد او الراكبة كان حل وسط متاعها من جهة العصب كان حلو هاكا على هاد الطريقة اللي كتشوفو وكان بقا بالخاتر مع داك العظيم تتن ديزو سيه من اللي غادي ندوزي سيه هنتو ما كان قطع من جهة العصب حاولوا تحيدو داك العصب برما ما كي يجيش زوينو كيبقا قاسح سافي غادي نبقى ها انتو ما شوفو كان بشي من الجدر انتاع العظيم كان بقى من ذاك الحرف انتاعو كان بقى عليه وهنا كان جيل ذاك الوسط اللي كي يكون فيها هادا الاختيكولاسيون او لذك العصبان تاع العظيم اللي كتحك منه في الحركة انتاع الفخد تما عادي نبقى كان حلها كان هبط ماشي كان قطع كان هبط باش يتسرح باش يتحيدنا راسو هانتو ما شوفو را العملية سهلة بسيطة كتطلب منكم فقط شوية انتاع التركيز والخاطر اردو البال لسباعكم باش ما نتربوه مش فقط هاد شي بلي غادي نوسكم مالبنات سافي غا وحيدت ليا ذاك العظيمة نحيد ديك العصبة اللي كتكون لوسط اللي كتكون شدة العظيم هي اللي غادي نحيدها حيدو كذلك هادوك العصيبة اللي كيكون شدين في جدرت العظيم تاوما نحيدوهم كيبقوا الى السيكي يخسروننا وهاد هي العصيبة اللي هدرت لكم عليها نحيدوها لحقاش مع الطيب كتولي قاسحة وما ما كتكونش فيها تشي حاجزينة سافي غادي اضطربت معاها تحيدها وصافي هاي غا نورى لكم كانتكون ديراكي الصدافة صافي هادي لا اساس لها من المحللها من الاعراب صافي غادي نحيدوها وغادي نبدأ نحشي الفخيضات منتوع الدجاج بالحشوة اللي عندي اللي كانت بردات من قبل ولكن قبل من ذلك هاش غادي ندير غادي نتبل هاد الفخيضات باش الحيمة لداخل تكون تايا شربة العطرين تاعة او اللي شربة لزي بيس نتوعها غادي ندير نحك شوية الملحة هاي شتوني درتها من فوق ندير شوية تاعة البزار كذلك وشوية تاعتوما اليابسا صافي هادا وتتبلها باش غادي نتبلها بيديروا شوية تاعة السودانية معاها من زيدوها معاها إلا كانت عزيز عليكم زيدوها والله إلا كدير ما دقتايا زوين إلا ما نفعت ما غاديش تاديم صافي هنا غادي نخلط نحاول نحكهم مع بعضياتهم هاكا باش يشرب اليم زيان ديك العطرية او ديك التوابل صافي نخليهم واحدة خمسات دقائق يشربوا شوية ديك التوابل خمس دقائق فاتقات من أجل هير باش يشربوا ديك التوابل او بسغبوا ديك التوابل صافي العملية سهلة جدا وبسيطة أطلب منكم فقط كذلك دائما كي نقول لكم تركيز فقط وصدقوني هاد الفخيضات بها الطريقة كي يجو مختلفين وكي يجو من ألد ما يكون وكذلك هادي فكرة تخلي الوليدات يأكلوا لكم الاختيرة ويأكل لكم الجج بطريقة مختلفة صافي هنا حشيتون غادي باش غادي نسدوها البنات غادي نشدهم فقط بالكوردون او لدك العود باش نقوسنا شوفوا الطريقة باش كننسد البنات كنقبض كنلاقي اللحيمات مع بعضهم عندما شوفوا كنهز هاداك الكوردون كندخلو وندخلي دو وكان غرسو فسط اللحمة عندما شوفوا فقط سهلة سهلة ما فيها شي تعب كتير اردو البلا تخرج لكم الحوشوة ويرا ما كتتفرقع متى حاجة كي يبقاو كيف كتتت ست يوم كي تيبقاو كندخل داك العود متاع الاسنان وكنشد بي ديك الحيمة هاني عاود هاد اللولا قدامكم باش شوفوها مزيان كيفاش كتكون هانتو مكان دخلتتن نشوفو مبعد كان غرسو لداخل في اللحمة صافي هاي شتوما ما فيها شي مجهود كتير ولا شي حاجة اخرى صافي انا غادي نستامر وغادي نكمل هاد الفخيضات اللي عندي وغادي تشوفو باش غادي ندهنهم وكيفاش هاوبشنو الخضر اللي رافقتهم فيهم داكو هنخليلكم الصور اشتركوا في القناة بعد ما انتهيت من هادك الكيميه اللي عندي وجيتها دهنتو بشوين تاع الهريسة وزبيضة وشوين تاع الصوصصوجا دهنت بها الفخيضات ولومول دهنتو بزبيضة فقط غادي نسدو بابي الومنيوم وندخلو الفرن النتيجة النهائية هي هادي بعد ما مرت واحد اه 40 دقيقة اه 180 درجة دخلتهم الفرن هادي هي النتيجة كيجوا رائعين والداد شوفو على منظر فيهم وكيجوا البنان كذلك رافقتهم بالبطاطس من شرمله ولكن هادي ما شرملتها بالمرقة هادي شرملتها عادية وصوطيتها في سلقتها وصوطيتها ومعت شرمله رافقتها كذلك مع زيبيناغا لكخين فخيش وديك العمارة اللي شطلية درت بها هاد لي غولو او هاد لي السيقاغ دائما كي نقول لكم طبق متكامل ومتوازن هادي نهاية الفيديو كنتمنى انه تكون عجبتكم الوصفة ورقت لكم وكي قيت لكم راه سهلة وشيء جديد باش الوليدات او ثاني يكلو لكم الخضر ويكلو لكم حتى الجيش نهاية الفيديو البنات اللي عجبتهم لا فيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة الى ما زال ما تشتركتوش بوتفتن ما تنسوش تفعلوا الجرس من اللي تتابونوا وتشعلوا الجرس او لا تفعلوا الجرس عفوا باش وصلكم كل من وهو جديد من عالمي عالم كريمة شكرا الى اللقاء اشتركوا في القناة